السلام عليكم حبيبات قلبي مرحبا بكم معي في هذه الفيديو الجديدة élإن شاء الله تلقاكم بخير تلقاكم مهنيين اليوم رح نسافر معكم الولايات من الولايات الوطن اللي عندهم هات السندويش هدا معروف بزاف دنك لي تعرف هات السندويش وخ�лов تفكر عليه تخلينا كومنتر وتقول لنا وشنو هات السندويش ولي ما تعرفوش تنعي تخلينا كومنتر وتقول لنا أول مرة نشوف هات السندويش هدا دنك هي عبارة على أكلات ع شوارع والبنة ديالهم من اروع ما يكن. اه نقول لكم مش هيكمش بزاف. نشوفوا مع بعض طريقة التحضير. نبدو هنا على براكات الله. بالنسبة لهاد الوصفة هادي المكون الاساسي تاع الوصفة هو الحميصة ولا كما يقولوا الحمص. اه هنا يا ناخدو كمية حميصة. انا اخذت حوالي خمسمائة قرام ارطل. ولكن ما نشريح نديرها كامل. اه رح ناخد كمية منها والباقي يعني نشمخها ونحطها في المجمد نحتاجها في الوصفات. بالنسبة للنوعية تاع الحمص اللي استعملتها هادي تاع المخ تاع روعة. واللي صراحة بكل صدق وامانة من توجدتها روعة كلها روعة روعة ومن اروع ما يكن. يعني كامل واش جربت ما شاء الله. والحمص هذا خاصة يعني الحجم دياله كبير ومنقي يعني كم يقولوا بعناية. بالنسبة لتشمخ تاع الحمص خياتي. من الاحسن باش تكون نتيجة مليحة في البقولية ديالنا كنشمخوهم مثلا الحمص ولوبيا. من الاحسن نشمخوهم 24 ساعة. يعني ماشي ليلة كاملة بركز نخلوهم حتى الغضوة من داك. واشنو خلال هاديك المدة نبدلو لهم الماء عدة مرات. هاكدا مشحت شكلنا ريحة ماشي مليحة في البقولية ديالنا. هادي حاجة. وحاجة واحد اخرى كي ما على بلكم البقولية فيهم كمية كبيرة تاع الغازت. كي نبدلو لهم الماء كل مرة. اه نحن تخلصوا بكمية كبيرة من الغازت. اهنا يا بعد ما تشمخ الحمص ديالي خلال 24 ساعات. وقدرتوا في الكوكوت حتى يتعليه كمية تاع الماء. اه ونخليه يغلي كي ما على بلكم داي من الحمص اللوبي يلبو كلية هادو ما كي يغلي ويديرو رغوة. نحن نسلنا واحدة على كي يغلي ويخرج هادو كرغاوين نحوهم كامل. اهنا يا نغلقوا على الكوكوت مينوت ديالنا لحوالي عشرين دقيقة. هاملي كهنا نفتحت عليها الكوكوت. اهنا الحمص ديالي راه طايب يعني دخله طياب صراحة ما يطورش كامل في طيابه. ولكن مشي هادي هي النتيجة اللي راني حبتها. في الوصفة هادي لازم يكون كي ما يقولوه طايب دايب يعني مليح مليح. اهنا يا في هاد المرحالة زدت عليها وحوالي ثلاثة مغارف كبار. تاع الزيت. حنزيدو الكمون اللي حيعطينا بنا بزاف هايلة وفي نفس الوقت حيقضينا على الغازة اللي في الحميصة. نزيدو كمية تاع الملح. وراني راي حنزيد مغارفة صغيرة تاع خاميرة الحلوية. يعني هادي هو السر اللي يخلي الحمص تعنا طايب دايب حتى كي ما يقولون ويوصل وين يتحرحر. اهنا يا ازت عاود تغلق تبغلا دوزيان فوالا كوكوت مينوت ديالي. ونحسب لها حوالي اربع ساعة فقط. وعاود تحلي تعليها. شوفوا النتيجة. هادي هي النتيجة اللي نحوس عليها. المريقة هاديك تختار. والحمص يطيب خلاص كما يقولون قريب يدوب كامل. اهنا يا دوكا نطفي عليها النار. ونرحي الحمص ديالي كاي اللي يستعملوا لبغا ميكسر. يعني هاكا تديرو ضربة بركو اللازوج بالبغا ميكسر. ولا انا فضلت يعني ما استعملوش نستعمل هاد ليك خاس بوم دوتا. لأنه في الوصفة هادي لازم الحمص يبقى كشغل حبين شوية. ما لازمش يكون مرحي مرحي كوم. بعد ما رحيتو هنايا نزدو ندوقوه على الملح نزدو الكمون تاني لأنه كما على بلكم الحمص يتماشى مليح مليح مع الكمون ويعطيلو ذوق هايل. وهاوليك القاوم لاني نهضر لكم عليه يجي هاكدا بهاد الطريقة. ما لازمش الحمص يكون ناشف بزاف لأنه بعد ما يبرد راه ورايحك شغل يتماسك لذلك نحاولو دايما نخليو فيه شوية تعمة ويكون شوية جاري. السوندويتش هادا يعني يتقدم هاكدا بهاد الطريقة. اه كاين يعني يديروه بالفرماج وبالبيض وطبعا لازم لهريسة. اه هادا الفرماج والبيض يعني مؤخرا اللي ولا ويديرو هاكدا ولكن الاصل في الوصفة هو هاد الحمص لي طيبنا ولهريسة وهادا ما كان. لذلك اللي تحب تديرو هاكدا بالفرماج والبيض المغلي. اه ناخدو الخبز ديالنا من الاحسن يكون فريش كي يكون مو قرمش بشي جيبنين. اه نحطو الجبن الابيض فرماج بلان بورسيون هاكدا يا ولا يعني لأي جبن يكون عندكم متوفر. نحطو كمية نطلوها كامل على الخبز ديالنا. اه نحطو الهريسة اللي لازم تكون في هاد الساندويتش وهي يسر تاع البنة تاني. كيكون حار ايجي ابنين سيخطو في البرد وشتاء ايجي هاي وهو حار هاكدا. رح يبعد طاقة في الجسم وحرارة في الجسم. وفي نفس الوقت رح مو غدي والحمص رح غاني بالبروتيم. اه بعدها فوق هاداك الفرماج نحطو كمية تاع الحمص لي طيبنا. نزيدو له رشة تاع زيت الزيتون. ونزيدو معاه رشة تاع الكمون. رشة تكون مليحة. كيما قلت لكم رح يمدنا بنا بزاف هايلا. الكمون يعني يتماشى مليح مليح مع الحمص. وفي نفس الوقت باش هاد الساندويتش كي ناكلوه ما يديرناش غازة رح يجي خفيف. ويجي بني. ونزيدو نحطو البيض مغلي داخل. وهدا هو الساندويتش يعني يجي هاكدا بهاد الطريقة. يعني صراحة جربتو من اطيب ما يكون. الوصفة بزاف بنينة اقتصادية. اكلتها شوارع. في الدوقتها تشبه ب الزاف للذوق تال القران طيطاني نديروها احنا هنا في العاصر. ان شاء الله تجربوها اخياتي. اه الوصفة هادي لانها سهلة. وعلى بالي راح تعجبكم بزاف بزاف. اذا نحيوا ناس طيف على هاد الوصفة. ونحيي كل متابعاتي ناس طيف على هاد الوصفة هادي. ونقلكم كامل بصحتكم. ونقلكم شاهدكم في الجنة. كانت هادية لفيديو تعلنهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجبكم. ناس طيف خلونا رايكم في كوماتر. اذا كان جبتها مليحة الوصفة هادي ولخصة حاجة. اذا كما يقولوا يعني اصحاب المنطقة هم اللي على بالهم في طريقة تحضير مليح مليح. اذا كيشاركونا اراءكم حبيبات قلبي. ونقلكم في الاخر. احبكم في الله تاله في صحتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.